أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس على المرأة أهمية دور السلطة التشريعية في تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية ودفع مسيرة تميز مملكة البحرين إقليميا ودوليا في مختلف قضايا المرأة مشيدة بدور السلطة التشريعية في مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 من خلال برنامج عامل الحكومة وفي استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة إضافة إلى الترويج لجهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية لقاء تشاوري مشترك أقيم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة من جهة والسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب من جهة أخرى يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التشاورية المستمرة بين السلطة التشريعية والأمانات العامة للمجلس وكان هذا اللقاء تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في دقاء صاحبة السمو الملكي لامير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأهلى للمرأة مع السلطة التشريعية في عام 2015 هدف تعزيز التنسيق بين الجانبين وفقا لأطر عمل واضحة وإجراء المراجعات اللازمة والتقييم وقياس الأثر اللقاء التشاور الذي عقد اليوم مع مجلسي النواب والشورى هو ليس بالأول دائما هناك تواصل مع الغرفتين من أجل أعطاءهم فكرة مستفيضة عن وضع المرأة البحرينية أين وصلت؟ ما هي الأولويات التي يجب النظر فيها سواء على مستوى تعديل التشريعات أو على مستوى استحداث قوانين جديدة أو على مستوى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي نجدها اليوم بكل وضوح في برنامج عمل الحكومة تطلعات المجلس الأعلى للمرأة بحسب ما أكدت لانصاري هي تصب في المرحلة القادمة في إبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد تقدم وضع المرأة وإبراز تنافسية المرأة البحرينية كشريك متكافئ في التنمية الوطنية وإبراز تجربة مملكة البحرين في إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص طبعا يأتي هذه الاجتماع التنسيقي التشاور ما بين السلطة التشريعية وما بين المجلس الأعلى للمرأة بهمية بمكان وخصوصا بأن اليوم طبعا استعرض المجلس الأعلى للمرأة بالنقاط جدا مهمة التي تتعلق بإدماج احتياجات المرأة من كل النواحي بالإضافة تصلية الضوء على أهم التشريعات التي تم أقرارها في صالح المرأة وأيضا آلية تنفيذها وما تواجه من عقبات إن وجدت إنجازات بارزة لمملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة فالبحرين هي أول دولة عربية تعتمد استراتيجيتها الوطنية لنهوض المرأة بانقبل عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه فقد نجحت الجهود البحرينية في توحيد الصف العربي وتولي قراءة بيان موحد للمجموعة العربية في لجنة لوضع المرأة بالأمم المتحدة بطبيعة الحال طبعا المرأة البحرينية محظوظة بأن يكون هناك كيان هذا الكيان يتبع سيدي صاحب الجلالة بشكل مباشر ترأسه قرينة صاحب الجلالة يشرف هذا الكيان وفق جهاز إداري تقوده استاذ هالي الأنصاري بكفاءة عالية يراعي هذا الكيان كافة احتياجات المرأة ويلتقي مع أعضاء السلطة التشريعية لتفعيل الكثير منبادرات من أجل المرأة تصور هذا شيء نفتخر به في مملكة البحرين نتطلع إن شاء الله إلى تعاون مثمر مع المجلس الأعلى والمرأة دور هام تلعبه السلطة التشريعية في مراقبة ومتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة فقد أكدت الأنصاري أنه ما زال من المأمول من السلطة التشريعية الاستمرار في سد الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة كمعيار لتمرير برنامج عمل الحكومة جهود كبيرة واهتمام لم ينقطع للمرأة البحرينية في كافة المجالات فهذا الاجتماع التشاوري بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة لم يترك أي شاردة أو واردة إلا وتناولها بالتفصيل ووضع لها الخطط والمقترحات المناسبة ووضعها بين أيدي المشرع البحريني ليسن لها القوانين والتشريعات المناسبة لتطبيقها يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين